أهلين ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرشيف توالت تكلمنا في الحلقات الفاتوة عن أرشيف توالت في الصوتيات في الفيديو الأخير هي وفي حلقة جاية إن شاء الله أخرى وتكلمنا عن الاهتمام بالأرشيف الكتابي اهتمامنا بالأرشيف الصور والفيديو وطبعا الصور أنواع واشكال وهنا بنتكلم شوية على الصورة لأهميتها في المثل الصيني طبعا المعروف اللي يقول الصورة تساوي ألف كلمة وهذا حقيقة نقوله ربما أقلل من قيمة الصورة المثل الصيني لأنها ليست في ألف كلمة فقط فهي أكثر بكثير من الكلمة أكثر وأصدق وثيقة ربما يضعها الإنسان بين يديه هي الصورة الصور معلنش بخش طول في الموضوع ما غير أي مقدمات وربما مقدمة بسيطة أن أي منظمة أو مؤسسة ثقافية في العالم تحترم نفسها أو مكتبة لازم يكون فيها اهتمام بالصورة ما عمريش مشيت لمكتبة محترمة في العالم إلا ويكون للصورة مركز ونصيب جدا جدا من أرشيف هذه المؤسسات طبعا عندما بديت في هذا الأرشيف متى مؤسسة ثقافية ما فيش إمكانية وما زالت ما فيش إمكانية يعني أنت أغير باش تاخد الورق اللي هو تتفصل به بين الصور يعني مكلف جدا فعملية هذه حقيقة مكلفة جدا وما نقدروش أحني كمؤسسة نروفها ولكن لحسن حظنا نحن ندخلنا للديجيتال إيج وعصر الرقمنا هذا وتحط كل شيء في الكمبيوتر فسهلت العملية بكثير لكن قبل ما نتكلم الصورة حقيقة تملك جميع أسباب انهيارها في ذاتها بمعنى أن الإنسان غالبا الأسر تحافظ على الصورة بتاعها لكن المحافظة تجي على يعني مهما حافظ الإنسان تحطها في دولابة بعدها على الصورة بعدها على الرطوبة بعدها على كذا ما زالت الصور يصير فيها نوع من التلف اللي ياخد الوقت مثال هذه صورة الصورة هذه ما عاد أصبح نعرف الملامح متاعها ولا الشخص اللي موجود فيها يعني احنا نعرف أشكرنا شخص لكن لو شخص عادي شافها مش هيعرف شن هي هذه الصورة علاج لأن الورق نفسها اللي ياخدوا به الصورة زمان وكذلك المواد الكيميائية الموجودة فيها عوامل هلبة تتفاعل مع هذه المواد الكيميائية مع الوقت التفاعل ربما ياخد زمن طويل ولكن المواد الكيميائية تتفاعل فتحلل هذه الصورة وتخفي ملامحها احنا محظوظين لنا فيه الديجيتال الآن نقدروا نأخدوها قبل ما يصير هذا التلف وهذا رجائي لكم جميعا حتى اللي يعني ما تبوش تعطوا للمؤسسة ما تبوش تعطوا للمكتبات العامة ما عليش لكن أهم شي انت تحافظوا اللي عندكم ربما يلتقي بالإنسان الوعي وليمات وياخد هذه الصور ويقدمها للباحثين وللناس اللي مهتمة والتجميع لا يكون لغرض التجميع فقط بل لغرض الاستفادة والاستفادة أنواع وأشكال تعرف يعني مثلا غير مثال تواسط هكي جاء لبالي موضوع بعض المدن اللي هي ضاعت واندثرت أو صار فيها تلف أو صار فيها كذا بسبب طبعا الطفرة العمرانية هذه بسبب النفط وعدم الاهتمام بسبب 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 هذه المدن اللي معاش نعرفوا كيف لو اليوم مثلا الناس بدأت توعى وبدأت هي الناس توعى تريد إعادة بناء هذه الأماكن معاش يقدروا لأنه ما عندهم مش تصور الناس اللي لاحقت وشافت هذه الأشياء معاش موجودة فالصورة حتبني تكون عامل كبير جدا لبناء هذه الأماكن ومعرفت ماذا كانت عليها في فترة قريبة جدا فهذا مثال على القرى القديمة كيف كانت اليوم لا يبقى من هذه القرية اللي هي قرية تشريارنا إلا ما نباني طفيفة جدا جدا فهذه الصورة مثلا تبين لك كل بيت كيف كان شكلها بالدقة متناهية جدا ونهيك على أن هذه الصور طبعا تتحدث عن لحظات تاريخية مهمة المدرسة الحديثة تتحدث عن شخصيات زي ما قلنا قبل شوية إسلمان الباروني، اجتماعات المجاهدين، إسلمان الباروني، إحياء الباروني إلى آخره إهتمامات مثلا بلحظات جهادية كبرى أو إعدام النعرفه هو أنا متاع خليفة بن عسكور نعرفه حتى عوامل خارجية على فكرة أثرت في تاريخنا وشخصيات دولية مثلا وموحية بعد بعض الأجانب اللي كانوا في جانب المجاهدين بتاعنا لحظات تاريخية دخول الشاي في المنطقة مدارس تحفيظ القرآن الأسواق التقليدية المجامع الكبرى رعي الغنم كيف كان هذه صورة مهمة هذه لقريتي المهمة مش هنطور الصور كلها لكن هذه غير لقريتي لما كيف دخلت الشيشمة لهذه القرية في العهد العثماني على أي حال الصور ربما مش لاحلة عثماني ربما نكون غلط تسمحوني على أي حال المهم الصور لها أهمية كبيرة جدا الصور هذه اتخذت بطرق متعددة أقدم الصور اللي هي القرن التاسع عن شهر اتخذت بكاميرات زي هذه خشبية زي هذه مثلا الكاميرا هذه أهو تشوفوا فيها قدامكم تستخدم فيه نوع من الأفلام اللي هي من الزنك وهذا النوع من الفيلم فيه درجة عادية من المواد الكيموية لدرجة أنهم حقيقة يصعب الحفاظ عليه الآن إلا عن طريقة ديجيتال بالنسبة للمؤسسات اللي معناش إمكانيات كبرى ويمكن في الدول الأوروبية وغيرها لكن بالنسبة للمؤسسات اللي معناش الإمكانيات الكبرى اللي موجودة عندهم الأفلام أنواع أشكالة هذه أسوأها وفيه حتى هذا النوع من الأفلام وبما أننا نحن تكلمنا وجبنا بعض الصور لسليمان باشا الباروني أو مثال هنا أو يعني أسماء مجاهدين كبيرة عندنا في الجبلة فمن ضمنها مثلا زي ما قلنا سليمان باشا الباروني سليمان باشا الباروني كان عندها زوز كاميرات كاميرا اللي هي تبعاتها في كل مكان وكاميرا أهدرت إليه من بعد اللي هي هادي مصنوعة سنة 1919 براوني الكاميرا الثانية طبعاً تعرفوها نحن محدودين في موسط التقافية نعننا هذه الكاميرا والكاميرا الأخرى موجودة في الصرير الحمراء وهي في الديسبلي كيس في الصرير الحمراء الكاميرات أنواع وأشكال أنتوا ربما بعضكم لحقوا لهذا الكاميرا وهي أسوأ أنواع للكاميرات حقيقة كانت مهمة لأنك تأخذ الصورة وتطلع على وقتي هادو تأخذ حتى سبوع ولا شهر باش تشوف الصورة متاعك لكن هذي هي الكاميرا الفورية هذيك تحطها وتطلع لك في تواني لكن المشكلة متاعها لأن المواد الكيميائية كلها موجودة في الفيلم نفسه اللي هو هذا اللي هو من الفيلم فالمواد الكيميائية اللي تفاعل معه وتأدي إلى تلف هذا النوع من الصور هي الأسوأ بين كل الكاميرات ولهذا نتمنى من يملك هذا النوع من الصور أنه يحافظ عليه دخل في السكانر يعطيه لناس مهتمين ناس عندها قدرات على هذه الأشياء فأرجوكم يهتموا بهذا الشيء الكاميرات طبعا أنواع واشكال مش حنتعرض عليها كلها لكن مثلا هذه الكاميرا اللي هي كانت تسوق على أنها كاميرا تلجيب وهذه ربما بعضكم لحق عليها الفيلم متاعها اللي هو هذا النوع الصغير اللي يركب من التالي أنواع Aifa مثلا هادي كوداك أو منولتا مثلا أو كانون هذه الكاميرا ما عليش نذكرها هنا لأن فيها الكيوب هادا اللي هو عبارة عن فلاش يحصر عليه الفلاش هادا كالاول كل فلاش اتصور به وبعدين يحرق وتمشي لللي بعده وكان غالي باش تشريه فيها أنواع طبع الفلاش الفلاش هذا اللي ينحط ومفروض لا تنسى باليد على فكرة بالورقة أو شيء لتدخله لأنه يحرق بسهولة بمجرد أن تصور بهذه الصورة واحدة يمشي يضيع وينحرق فترحموا عليه الآيفون والكاميرات الجديدة التي تأخذك الصورة وتشوفها وتقدم تدلع عجباتك ومعجباتك وهذه هي أنواع فلاش كانت تستخدم مع النوع هذه من الكاميرا الكذاك التي ذكرناها قبل قليل المهم أنواع واشكال الكاميرات هذه بل بعضهم لحقنا عليهم أكثرنا وأن يحافظ على واحدة منهم جديدة مازال في باقي كوها والبلاستيك متاعها وبالكاتلوج متاعها بعد عشر سنوات تصدقوني حتى تولي تحفظ على ايتي حال الكاميرات أنواع واشكال كما في الكاميرات أنواع واشكال فالصور أنواع واشكال وسبب اهتمامنا بهذه الكاميرات لأننا نعرف علم اليقين أن معرفة من جدة الصورة تؤدي إلى معرفة كيف يتحفظ عليها والصورة كما نقولها بطريقة ورقية ولكن ربما في سنوات متأخرة من القرن العشرين ساهتموا بالديابوراما أو الصور البوزيتيف زهادو اللي هي بعض المحترفين بالذات هم اللي يصوروا بهذا النوع من الصور هذا النوع من الصور طبعا مرة أخرى ما تقدش تشوفها بالعين مجردة فكانوا ليه أجهزة تشوف بهم وحنا في مؤسسة توهد التقافية أهتمين واشترينا بمثل هذه الأجهزة زي هذا الجهاز تدخل فيه بالجنب وتشوفها في الشاشة هذه اللي هي بحجم شاشة التليفون اليوم وفيه حاجات طبعا فيه شاشات أكبر شوية اللي هي هادي وربما تشوفها حتى بما شعب تشوفوا فيه هنيه البروجيكتور ولا لا لكن تشوفها حتى بالبروجيكتور على الحائط بصور كبير ولمش كل الناس عند هذه الأمكانية وعلى فكرة كل هذه تشتغل ما زالتها طبعا هادي زي ما قلنا هوات وبعض المحترفين يصوروا المناطق وصدقون يناعرف ناس في ليبيو في جبل نفسها بالذات عندها أرشيف رائع جدا 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 وهذا ما تخافوش عليهم لأنهم محترفين فيه طبعا اللي هيديروا فيها المؤسسات الأجنبية ويبيعوا فيها للسياح لمناطق زي ليبيا زي تونس زي الجزائر زي المغرب زي المغرب زي ما قلنا بل حتى بعض المناطق الأمازيغة الجنوب هذه تونس فيها أرشيف كامل مثلا نسمى أنواع وأشكال من هذه الصور الصور كذلك تأتي عن شريق البوستورينا البوستكارد اللي هما هادو بمعليش بنسرع في الكلام شوي أعطوني إشارة تسريع وهذه النوع من الصور اللي هي هادو عنا تقريبا في أرشيف توازم كنا بالألاف هذا النوع من الصور اللي تهتم بمناطقنا في الشمال الأفريقية عموما ولكن بليبيا ويوجب النفسها بالذات أهني آخر حاجة بنقولها الصور هادي ممكن أن ندخلوها في السكارل وندلوها سكان بجودة عالية جدا بطريقة محترفة وبل حتى لو فيها بعض التشوهات نجلون صحها وفيه طريقة أخرى بإدخال النيجاتفز في هذا الجهاز وهذا الجهاز حقيقة مهم جدا تقدروا حتى تشروه لأنفسكم تدخل فيه النيجاتف من هنا ويدخلها بجودة عالية تصل إلى 12 ألف ألف وميتين ميجا بيكسر عفوا ليس 12 ألف المهم هذا باقتصار شديد أهتمام مؤسسة التقافية من ضمنها طبعا من نمط أرشيفها أرشيف الصور اللي وصلت عندنا إلى 64 ألف تقريبا بالتحديد من الصور أكثر من 64 ألف صورة وما زلنا نضيعه في دجاليزيزيشن لبعض هذه الصور بندخلها في الإنترنت و هذه الصور كلها ليس فقط جبان نفسها ولكن من ضمن اهتمامها طبعا جبان نفسها وزوارها نتمنى تكون حلقة عجبتكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله نتكلموا فيها لأرشيف آخر مرشيبية التواد نعرف أن هذا موضوع متطاش حقه كامل لكن على أمل أن تعطيكم تصور عن أرشيف مؤسسة التواد الثقافية تنمرتونه إلى حلقة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر